الله يا تمتم الرسومات الجميلة دي دي رسومات عن الكائنات البحرية يا بوجي حلوة قوي الحوت ده يا تمتم ده مش الحوت يا حبيبي هو الحوت ازاي شكله يا تمتم هو ده الحوت يا بوجي وفيه فرق كبير ما بين الحوت وسمكة القرش يعني الايه فرق يا تمتم واحد يقوم في البحر وواحد يريحش في البحر فيه فرق طبعا ان سمكة القرش سمكة مفترسة اما الحوت فهو مش مفترس زي سمكة القرش يعني الحوت فيه منه انواع صديقة للانسان وفيه منه مفترس اه يا تمتم فهمتك قصدك ايه انت لاسمح حاجات تانية يا تمتم اه يا بوجي تعال انا هوريك بص ده يا بوجي ده اسمه سرطان البحر وفيه ناس بتقول عليه سلطعون ده شكله غريب كده يا تمتم ودي سمكة من الاسمكة اللي في البحر عادية جدا اكيد انت عارفها اه يا تمتم السمكة ده تعرفها هي سمكة عادية وكميلة جدا وكمان برضو يا بوجي عندنا ايه تمتم انا عرفت خلاص ده عنكبوت يا نهى ربيد يا بوجي عنكبوت ايه ده حيوان اسمه انديل البحر حيوان انديل البحر ده خطير جدا بيلسع الانسان وبيعمل حروق في الجلد لو حد لمسه يا معقولة انديل البحر يعمل كده اه يا بوجي المهم نخلي بالنا منه وخلاص ودي برضو اسمها نجمة البحر شكلها جميل قوي يا تمتم بحب لمسه تدهاني قوي صح يا بوجي يا رب تبقى شاطر وتاخدها على طول بس ده نجمة البحر مش المسه اللي المسه بتدهلك لما انت تكون شاطر اه يا اه اه يا تمتم جميلة جدا وبس ده كمان معنا ايه ده اسمه اخت بوت ده شبه الانجيل البحر يا تمتم بس هو اسمه اخت بوت وكمان هو لما بيلاقي اي حد من اعداؤه لما بيحبهم شوالا هم بيحبوه بيبهد الوشه وجسمه بالحبر اللي في ايده هو عنده حبر زي قلم والقال اه يا بوجي بس ده في البحر طبعا ودخل حاجة رسمتها واسمها طحال البحر حلوة قوي الطحال يا تمتم لكن بيجدر يا تمتم بسمات جميلة وعجبوني كلهم شكرا يا بوجي والمهم ان انت تكون استفدت من الحلقة وتكون اتعلنت معلومات جميلة جدا عن الحيوانات البحرية اه يا تمتم استفدت يا طبعا يا ربي صحابي الفجر يكون عجبكم وتشتركوا في قناتنا اشوفكم في الحلقة الجاية سلام